من اصطاد الجنوب الوكر القطرية كان الموعد مع لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بين المنتش بفوزه العريض في خطوته الاولى ضد سقور جديان السودان المنتخب الجزائري ومن ذاق مرارة الهزيمة المباغتة ضد فراعنة مصر المنتخب اللبناني رجال ارزو لبنان لم يكن امامهم الى تحقيق الفوز لابقاء امل تجاوز عقبة دور المجموعات والتأهل الى ربع نهاء من كأس العرب واقع قبلته عزيمة تحد اشبال الناخب الجزائري عبد المجيد بقر لوضع قدم في دور المقبل وانتظار المباراة الاخيرة في المجموعة الرابعة ضد المنتخب المصري دون الضغط فكان لهم ما اردوه بتشكيلة شهدت اربعة تغييرات في خط المرمى زغبة ما كان مبو الحي وثناء توغاي وطهرات ما كان بدرانو بالعمر في محور الدفاع اضافة الى عودة يوسف بليلي وانتظر الخضر حتى الدقيقة التاسعة والستين لهذه الشباك الحارس اللبناني عن طريق ضربة جزاء سجلها ابراهيمي قبل ان يضيفه في الانفاس الاخيرة من اللقاء طيب مزياني الهدف الثاني الذي ضمن به الفوز والتأهل لمحاربي صحراء في لقاء كان صعبا للغاية وشهد بدقتين حمروين الاولى المرزق من جانب الجزائري وقاسم الزين من الجانب اللبناني اذا هو الفوز والتأهل الذي بحث عنه زملاء هيلال عرب سوداني يريحهم اكثر قبل الموقعة التي تنتظرهم ضد المنتخب المصري اشتركوا في القناة